اهلا بحضراتكم من جديد اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم يمكن البطولة كانت مهمة انتو لابتوا مباراة على مستوى كبير يعني لا بي اول مرة تستضيف بطولة افريقية من فترة كلمني عن استعدادات تتدتونها امتى البطولة دي جمعتم مع المنتخب من قدية من حوالي سبع شهور كده اتجمعنا باول خالص بس عددنا كان كبير قوي حوالي مية ويه بس حوالي مصر كلها بقى اسكندرية ونجيزة وكايرة وكل مصر بقى الكابتن بقى عادي يجمع كله كابتن مين اللي جمعه؟ كابتن أحمد السيد وكابتن ماحي وكابتن مدبولي وكابتن بيرسي كان خبير جاي من بره من برازيل قاعد يجمعه كله بقى من حوالي مصر كلها وعلى حد ما صفصفوا على ستين بقى والكلام ده حد ما وصلنا خمسة وعشرين خمسة وعشرين دول عادنا فترة بقى من اتمرن خمسة وعشرين خمسة وعشرين لعب شهر ايه فبعد كده بقى الفترة الاخرانية بقى لو اهرصها بالقرب على البطولة بقى نبقى بنزل حد ما وصلنا ١٨ كمصفر دي كانت قابل البطولة بتاعة ثلاث أسابيع مثلاً كده ١٨ كنت قاعدين فين تأغلب الوقت المعسكر المغلق؟ مفتوح 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 تمرنوا فين؟ المركز اولمبي يتروحوا تيجوا كل يوم؟ كل يوم ايه كنا من اتمرر انت بلنا صبح مدينة ٨ صبح مثلاً كده وساعة اثنين الدور تب وتعودوا الفترة دي في المركز اولمبي؟ مفتوح مفتوح ده موجد عليكم؟ كان موجد شفائي علينا بس يعني انتوا لسه في اول حياتكم وليسه شباب يعني تتحبيرهم؟ لسه فالحمده لاني بس فالحد قبل البطولة بثلاثة اسابيع كده كنا ١٨ قبل بطولة بسبوع واسبوعين كده مثلاً كابتن بقم مصفي بقى على الـ ١٢ اللي سفروا تمام منهم اربعة من النادي الاهلي انتوا الاربعة والغريب كمان ان فيه ثلاثة اربعات انتوا ثلاثة من اربعة مشاركين من النادي الاهلي فده يعني حاجة اثنين من المركز ده عندنا الله هو اكبر جامد لأن المركز ده هو صعب يعني مركز ده هو صنع العلعاب يكونوا مركزين صعب والتلاثات طبعاً عشان الطول بس الاربعات هما الاكتر مهارة لانهم بيحتاج استقبال وضرب تبقى قصة كبيرة ساعتك يعني طيب خلينا نتكلم في السفر انتوا سفرتوا خلاصت حد 12 لعيب رحتوا مسراطة مين كان مجموعاتك لو تفتكر اصعب ماتش في التصفيات يعني كلمني عن البطولة من اولها بقى من اولها احنا كله ماتش كنا الكابتن طبعاً كان بيمركز معنا ان كله ماتش لازم نكسبه كابتن أحمد هيا كله ماتش لازم نكسبه وكل الكبات يعني ان اول ماتش لابناها كان مع تونس اول ماتش كان مع تونس وفي تونس دي كانت تعتبر من الفرقة المنافسة على البطولة فالماتش كان صعب يعني بس الحمدوة ربنا وفقنا وكسبونا بـ 3-0 فالكابتن لدينا احنا الماتش كده عاكنا لنا مكسبناش حاجة لازم نركز بقى على ماتشتين اللي جاية والبطولة ما يفعش نتغر بقى والكلام ده ونقول حنا كسبنا وكلام ده فلازم نركز الماتشات اللي جاية نعم وماتش ليبيا بتهالي يعني الفينال برضو 3-0 ده بيدلي على التفوق يعني الحمدلله انا كنا متفوقين الحمدلله على مستوى الفني والبدني والكلام بس ليبيا كانت المشكلة ماتش صعب عشان كان معهم جمهور فالجمهور برضو بيأثر برضو شوية على اللعب بس كابتان حمس كان بيقولنا يعني الجمهور مش لعب معاكم بس انتوا لعبتوه مرتين مرة في المجموعة كسبنا برضو والمجموعة والفينال برضو كسبنا المجموعة كان 3-0 برضو كله ما سترتها 3-0 الحمدلله ماشاء الله لأ حاجة جميلة جدا وخلينا جيلك بقى حمزة انت أفضل لعب في البطولة ماشاء الله وده كأس الان في بي قدامنا على الشاشة هولا وتجيبوها يا جماعة حاجة يعني فخمة جدا جدا يعني شغل فاخر يعني طبعا وانت يعني أخوتك لتنين البنات نور ياسين وآيات ياسين لعابات النادي الأهلي واللي بلعبه دلوقتي في الان سيدة بال ايه في أمريكا وانت طبعا بقى أخوهم الزغير فماشاء الله يعني طلع بتاحد أزوهم يعني طبعا انت ابنك طبعا كابتن ياسين يعني لعب كياسين أمين لعب النادي الأهلي السابق وطبعا قضو الاتحاد المصري السابق يعني حاجة برضو في كرة طائرة يعني لها تاريخ كلمني بقى عن البطولة والمطشاط وانت بدأت ازاي وهل انت قبل مشاركتك في البطولة كنت متخلين انت ممكن تاخد أحسن لعب؟ وانا كنت يعني كنا بنتعب طبعا كلنا وفانا كنت مكتهد يعني وكده فانا حسيت يعني كان أمل كبير في ربنا الحمد لله فانا كنت حاس يعني وهم بيوزعك جوائز ان انا اخد حاجة إن شاء الله فانا اكتهدت وتعبت اول في البطولة دي يعني فانا حسيت يعني انها كنت ممكن اخده من الأول ماتش حسيت انت يعني أرقام قويسة من الأول ماتش كنت بدأت كويس بل حمد الله وخاصة الخمس فرق بس اللي كانوا مشاركين في البطولة الرابع خرج وبعد كده الأول بيلعب الرابع خمس خرج وبعد كده ماتشات تقيلة برضو ماتشات تقيلة كان في المجموعة وفي البطولة عم بشكل عام ليبي ليبي عشان جمهور وليزر على وشنا خمس خرج وبعد كلماتش صعب وكاملين تلعبوش هنا بجمهور لا ما كانش فيه أي حاجة الصلاة كانت متقفلة طب وهل في فرقة أفريقية كانت موجودة قوية او كاميرون او كانت أحجام طبعا اه تحس ان هم عندهم مثلا بتاع تلاتين سنة او مش عبي يجبوها منين الأحجام والأطوال بلعبوا بعشوائية اه لا بس اه احنا كابول يبول احسن بس هم كفيزيكا المتعبين بلعبوا بعشوائية شوية فالفرد انت تلعب بعشوائية دي ما عندهاش نظام بتبقى صعبة شوية لعندهم نظام دايما كده دايما نحن نكسبهم كده ان احنا منظمين بس سنتو الأربعات بتاعانوا بقى ليه بقى لان اديهم طويلة انت رمتيك تضرب بتلاقي السقان ورجلين وايدين اه يعني مش بتلاقي ايدين بس انت ممكن تلاقي السقان فوق السبكة كمان في الموضوع بيكون صعب طيب حد كان بنفسك يعني في الان في بي دي يعني حد كان مرايب منك اه كان فيه اللي هو بتاع تونس اربعات تونس وفيه اربعات ليبيا اه هم الاتنين دول بس الحمد لله الفرق تعانوا مفاخر ماتشين فالحمد لله طيب قولي نفس القصة في التجمع اه مع المنتخب انت كنت عددك كبير جدا اه بتاع مية وستين ده كتير اوي اه كتير اوي كنت مرره ازاي ده على مجميع بقى يعني مثلا انتهت ساعات والملعب ما يكافيش حد احنا لو خدنا كل اتين متر في الملعب انا كنا في الاستاد فاحنا كنا معاديين بقى الاستاد كله مليان بس فكانوا بيقسمون الحق بحبه في الملعب حبه في المدرجات اه 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 احس ان احنا المية وستين يكافهوا الملعب بس ده فكرة كويس ما ممكن يكون واحد مثلا في الصعيد ومش متشاف اه 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 حاجة كويس يعني برضو مش حاجة وحش وبعد كده بدأنا نصفي 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 طب عملت ايه مع المذاكرة ولا ايه الاخبار لا يعني كنا منذاكرة في النص كوست المعذكر كده بقى يعني لو لقينا وقت اه لو لقينا وقت نذكر بطبعا ما هو هي جاي في وقت صعب اه بصراحة يعني امتحانات وبتاع وكده 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 وخاص خدنا اصبوعين اجازة بقى انت ذكر في يوم دي لما اي حالي مش انت فقولة سنوي اه اه اولى سنوي وانت لسه فقولة او تانية او تانية او انت يعني اكبر من الشواء بس مهم بعيد لسه عن سنوي عامة ولسه لسه سنتين لسه سنتين فاك كويس طيب قولي انت على تواصل مع نور وقايات او لا لا اه طبعا بواصل معهم اه اه وامتابعين ماتشاطك وشافوا ماتشاطك كلام اه لا بيتفرجوا عليها على طول اه يعني شايفين الحمدلله وكمان لما انت خدت انفي بي فما شاء الله انت برضو امتداد ليهم اه والدنيا مش لا بس النور قبل ما تمشي كانت مكسرة الدنيا ما لا بصراحة كنت لا تانية كلهم اللي بشجعوني هم والدي ووالدتي يعني هم اللي دايب انفضاء طبعا طبعا لان انتو كلكوا عيلة بولي بول فلازم تبقوا كده طب مين مسك الاعلى انا في الفوليس اه هو جيبة من جيبة فهنا في مصر طبعا كابت احمد صلاة طبعا مغير ما اقول انا مسأل الاعلى احمد صلاة جيبة ده احسن عيف في العالم ثمان سنين فهو اه ولسه بيلعب لعب بطل خلاص بقاله قدين بطل اه اتفرج علينا اتفرج علينا على طول كل يوم انا فتعلو كام فيديوهين تلقى طب ايه ايه اكتر حاجة تتميزه ونفسك تبقى عندك اقوى كله عنده كل مميزات اصلا ازاي ايه مع كل استقبال وضرب وبلوك وتفنس كل حاجة عنده يلعب بلعب متكامل اه انت عايز تبقى كده خلي بالك لعيب الطيره اللي لازم يكون كده اقولكش انا ثلاثاية مستقبلش انا ثلاثاية بلوكات بس انا يلعب سريع لا يلعب كل حاجة في الحالة دي هتحطك في حتة تانية خالص انت طولك ايه انا 129 ما شاء الله برضو يعني طول كويس ان شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله جاي كويس طب اجيلك كاميروان يعني برضو البطولة دي مؤهلة بقى ليه البطولة تعلم كاسعلم فين وامتى والبطولة دي اعتقد انها شر 7-8 كده ما بين ده احتمال في فرنسا يعني اللي بيقولوا احتمال في فرنسا بس فالبطولة تفاجة لها ابناء دي الحمدلله كانت بتاهل بطولة العالم والحمدلله اخدنا اول فرنسا فاتاهلنا خلاص الحمدلله مرتحين ما بياخدوه اول بس يعني اول و تاني اول و تاني وقالوا احتمال تالت بس ما اخدوش تالت ممكن ياخدوا ايه كارد في الاخر بس اول احنا لبيا التاني فكده احنا الاثنين رحين كسعلم بس انا رحنا بقى مرتاحين بقى يعني رحنا اخدين اول يعني و كمان انت مش هدفك بس تتاهل انت كنت عايز ناخد بطولة افريق طب انت عارفت المنتخبات اللي شاركت السيف ده الاكبر منكم و عملوا اداء كويس جدا جدا هناك و في ناس و في لعيبة خادت جواز فردية فالنهاردة انت عليكم ابق كبير و حمل كبير ان انتوا لازم تروحوا تعملوا اداء كويس و لازم انتوا كمان تقدوا اداء كويس يعني شايفين كده ولا لا نقدر نعمل ده يعني يعني الغريبة انه بيبقى في الكرة الطائرة مثلا انت مطش يوديك في حتة تانية يعني مثلا سي انت مثلا جيت في دور في مجموعتك كسبت فرقة جامدة سكتك تبقى ساعة لمكن توصل دور التمانية مطش بيفرق لان عدد الفرقة ما بقاش كتير مطش واحد بيفرق فانتاوا لازم كل مباراة تلعبوها في كاس العالم نبذر اقصى ما عندنا الله ينور عليك ان شاء الله الجلد هامل حاجة بهذا البقاء الي خالقت كده كيف اننا متأكدتوا لدي اما في امني مطشي ان قصدت نقيد اول مرتد اول شاود ف نساء الله ليس نابقا معا في است mindset اجتبتم 10 it vakis هذا الرجال تبني لازم تبني واحنا بالمتاكде لازم تبل Ber каче koncok كل يوم، كل يوم، فالموضة ببقى مجهد انت ساكنت فين؟ مدية ناصر برده كنت بروح مع بعضه، ساعات، ساعات، ساعات مع بعضه، ساعات كل واحد وأيام جمعة بقى سابت مفيش، مقربة كله شغال، وأيام الدراسة كان كده برده؟ كله، ما كناش بنروح الدراسة، كنا بناخد ورقة بقى بناخد ورقة من الانتحاد، بناخد ورقة من الانتحاد المدارس كانت بتتعامك، بيوافق، بيوافق هتقوم من نوم الصباح، هتأخد شنطتك مفيه، نحن على طول على التمرين هنه رأب يا ده جماعة لقد عدنا حولي سبعة شهور ولا يوم، بس قبل البطولة بقى ديه؟ بشهر رحنا اسكندرية، وبعد كار جان هنا في فندو المعادي بعد كأن مركز أوليمي ما روحتوش أي معسكر خارجي، روحتوش أي دولة؟ لا، ما روحناش ده طب قالوا لكم مع كابتان أحمد سعيد اتكلم معاكم يعني أكيد أبدي كاس على ما تحكم بلدين تلاتة ممكن سربية أو مكدون آآ ممكن، آآ أتكلم مع المعسكر قالنا أصلاً وإحنا في أفريقيا لأننا لازم نأخذ أول عشان في معسكرات جاية وبتاعوا بقى وكده فلازم نأخذ أول اتكلم أنتم محتاجين مطشط لفل 1 يعني محتاجين تلوحهم مكدونيا مثلاً تلعبوا رومانيا تلعبوا تلعبوا مصروف العالم إن خير من الله ينور عليك لأن اللعبة في أفريقيا حاجة وفي مصر حاجة أو لا في أوروبا آآ حاجة تانية خالفة طبعاً طبعاً وكمان هتلاقي أجسام ودنيا لا دنيا تانية بس شاء الله تعملوا حاجة في كاس العالم إن شاء الله إن شاء الله إيه التوجيهات اللي كان دائما بيقول لكم أتنا أحمد سايد يعني أنتم في المنتخب النهاردة عندكم ماتشاط راحين الأوتيل بيعمل اجتماع قبل الماتش إيه التعليمات الأساسية طبعاً في حاجات فنية بيقول لكم ده بيدرب زوايا ضربوا إيه وزوايا ضربوا إيه ولكن فيه تعليمات أساسية كده بيقول لكم قبل كل ماتش مثلاً تفتكر منها إيه مرون يقول قبل أي ماتش يقول لنا لازم نركز في الماتش اللي احنا فيه ونلعب رجالة كل واحد يموت نفسه وحا بحد يخرج من الملعب قبل ما يكون مخلص كل حاجة عنده وإي ماتش بنكسبه بك إن شاء الله يقول لنا خلاص انسوا بقى ارموا وراك وركز بقى في اللي جاي عشان ما هو بنلعب دوار فما فرقيتش انت كسبت الأول على المجموعة لا لا صحيح أهم حاجة في النهايات ومع ذلك انت ولا شوت خسرتوه في التصفية دولت الخمات الأربع ماتشات بتاع المجموعة ولا شوت خسرتوه اه ولا شوت خسرتوه انتوا دريم تيمي يا جدا انتوا قطليكوا هناك كانوا مسمينكوا فريق الأحلام ها كانوا قاة في لابيا انتوا هناك تلاقي الفرقة يا عام المنتخب المنتخب ولا شوت داخلين الكله مفروم كده تولزت فرامت وكله كده أول بطولة بقى لهم أريد أن نعمل الاسم وطاريخ لهم بس انتوا مشاركش مع المنتخب الكافة اي حاجة لا ده اول منتخب يتعامل أصل اول منتخب يتعامل أصل في السن ده في 19 في 21 احنا بقى تحت 17 اول مرة يمكنه سن ده اول مرة يمكنه تحت 17 طب ده حلوة اوي واول جيل يطلع ويطلع بالشكل ده اول بطولة انتوا 2008 بس في حد 2009 معاكم؟ هو المفروض كان يبقى فيه بس لا دلوقتي لأ يعني هو جيل 8-9 بس كله 8 هتلاقي فرق الجثمانيات أكبر فهتلاقي 8 ركبين 2009 لأن فرق سنة بيبقى كتير جنة بس ممكن في كاسا علام حد يبقى جامد في 2009 يدخلوه معادي بيحصل عادي ما بيش مشكلة طب من اللعيبة اللي كانوا معنا؟ فيه أربعة من الأهلي تفتكر كم لعيبة من عندها تانية؟ يعني مثلا الزمالك كم لعيب منها؟ واحد طيب أكثر منين؟ من اسكندرية مثلا؟ لا إحنا أكثر من اسكندرية كان فيه أثنين اسكندرية أثنين اسكندرية كلها أثنين اه وإذا ملك واحد وإحنا أربعة دي سبع فضل خمسة بقى خمسة كان في الشمس كان شمس 1 هو شمس 1 ديجل أكتوبر لا مفيش ديجل أكتوبر ترسانة فيه الترسانة واحد طب كويس جدا الآن ترسانة واحد دي كتر وفيه اللي ليده ولي ليد واحد بس في من تانية؟ وطيران ونادي الطيران ونادي الصيد ونادي الصيد يعني هما واحد 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 معادة سموحة نادي سموحة اثنين والاهلي باربعة بس الغريبة برضو دي محتاجة تحليل يعني كابتن نوال العيدي كان مع هالحلقة اللي فاتت وكنا تكلمنا عنكم وعنين انجازة اللي انت عملتون هو اربع لعيبة وبدأنا نرجع واحدة واحدة لانه فترة فات المنتخبات بتلاقي اثنين من الاهلي الناشئات والناشئين والشباب فطبعا ده رقم مش مقبول ابدا نادي عالي دايما هو فكنا بنتكلم فذكر اساميكو يعني وقال ان انتوا يعني موجودين واجملتوا اداء كويس جدا كان حلقة اللي فاتت على طول كنت انتوا تقريبا لسه ولا كنتش مستفر حاجة زي كده فقال لي انه انه لا الجيل ده جيل مبشر وفيه مجموعة جيدة طيب مين اللي بيمرنكم بقى في النادي كنت كريم جمعة حبيبي عذبنا كلنا كنت كريم جمعة ده عسل عذبنا كلنا كنا بننزل معهم او مر صح ؟ لا لا كنا بننزل معهم ماتشاد يا راجل خلص تمرين منتخب بنروى على النطا طب انتوا احنا اخدنا القاهرة صح ؟ حدنا اخدنا اول اولا لكنك كنتش بتروح تمرين خالص كنا بنروح مسلا تمرين على مماتش كل خميس جمعة كنا بنخدع اجازة من المنتخب نتمرى خمس سيان في الأسبوع وخميس جمعة اجازة خميس جمعة تمرون مع النادي يبقى كم بنزل الخميس بقى التمرون مع النادي والجمعة بيبقى عندنا مطش والسبت انت كده مفيش راحة يبني محنا كده مكنش بيبقى عندنا راحة سبعة ايام في اليوم يوم الخميس كميس الصبح كان بيبقى في تبرامة تبرامة ملتخب مفيش ولا يوم صيانة ولا يوم مفيش صيانة ليك خالص مفيش تغيير زيت بحي ويوم الريكافري بقى تلج اولي بتلج بقى بس فين بقى قولي بقى شان عايز اعرف الريكافري ده بقى في المركز اولمبي انا مدخلتش في السنة فين بقى؟ لا يعني في قط اللبس كده؟ زي برميل كده بتزوله فيه وكم برميل بقى مهموم فالواحد بيفضل شادي اربعة مثلا لا اربعة مثلا لحاجة يعني البرميل بيشيل اربعة لا البرميل بيشيل واحد كل واحد واحد اربعة برميل هم اربعة برميل بقى فانتبتوها في طبور ها بتقعد قدبع في التلج يا باشا خمس داية يا ساتن يا رب في الساعة دي وبرده بتفضل شادي اهو الواحد بتفضل شادي مع الحسب بقى ما يحرك لا بتنزل بتنزل تقعد في تلج في تلج بقى دا لا عارف يا ابني العزاب العزاب وكمان انت مخدتش معك البطوت بتاع محمد صلاح الزهور اللي هو تعومه في المياك يعني طب دي كانت مشكلة تلجة اللي كان في الوالدة عادي المشكلة بكت في البطولة في أفريقيا محملين بقى من الجيم وكانت في عضلاتنا محملة جامد فلينا فجأة من المدرب الأحمال بتاعنا وكانت اللي أنا يالله شباب كله ببنيو بتاعي يحط في تلج والله نينام في التلج وليبي أصلا تلج 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 مصراتة ساعة فكله بقى نتحرك متخيل بقى نازل بقى في تلج وانت قاد في تلج طب تقولوا احنا عايش في تلج لا بس تلج بس بأمانة كان بيأثر معاكو يعني شوية بيفوى بيفوى لا وكنت بتحس ان انت بعد ما تزل تلج بتدر جسم بيقوم فايب بقى بعرف علىها بيرجع الطاقة بس ديئتين قليل لا بس بيعدوا دهر بيعدوا ثلاث سنين كل ثانية بتموتها بيعدوا ثلاث سنين وانت نازل وجسمك سخنة بعد التمرين عذاب 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 انت بتطلع بس أقولك الحاجة هي بتبقى أول مرة أول نازلة طرش الأونية دي ومع أول تجربة بعد كده بتبقى عادي تجربة في الثانية في الثالثة بتبقى الدنيا أسهل بس يعني ليه؟ احنا ايامنا ما كانش فيه التلج ده كانوا لك نخش ساونة يا سلام ده كانت الساونة ليه؟ وتخش والدنيا تبقى نار جوه بس انتوا مدخلتوش الساونة لما احنا كنت بيبعو فيه كذا نظام يعني احنا كنت بيبعو دولي ايه خش ساونة وانزل على التلج من التلج والساونة فبيني ايه عشان ايه؟ عذاب تتعذب كل شوية بس ده صعب قوي مقبولة على ده تتعذب كل شوية ما كانش فيه حد بياي ولا حاجة من الكلام لا 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 حاج بياي بس عفكة بتدي بتدي مناعة انت عارف اللبن اللي بيبسطرو بيعملو في كده بيسخنو جامد وروح بسقينو مرة واحدة فانتوا كانوا بيبسطروه بس حلو ان انت دي تخلي بالك ده جو انتوا ما شفتهوش يعني النهاردة دي خبرات كبيرة جدا وده ميزة المنتخبات انتو النهاردة الرباعي اللي لعب ده بطولة افريقيا وكابتن واقل قال لي ان في واحد او اتنين كان يستحقوا يخشوا من عندنا كمان من جلكو في الفرقة قال لي انو خبراتهم في السن ده هتفرق مقام جدا لان ده كان اول منتخب زي ما بتقوله في السن ده يلعب فالنهاردة انت هتخش على الدور اللي بعد كده او السن اللي بعد كده وانت عندك خبرات كبيرة جدا بتفكر تطلع بره لو جاتلك فرصة؟ يعني جامعة اه اعتقد اه يعني في حساباتك انت ليه ده نهاشت مسؤولية تقضيت ليه؟ خفش خفش مش هتصفرك دلوقتي ولا حاجة لا اعتقد الفرصة اللي بعد يلعب بره طبعا مع الجانب بقى والفكرة تانية في الفوليو والكلام ده بتفرق طبعا طبعا انت عندك هاوليسة بنقول نور وآيات اخوات حمزة الله هو اكبر عاملين شغل جامد في الانسي دابل ايه هناك فهي فرصة ان انت تروح جامعة بستروح على مستوى كويس مستوى يساعدك ايوة صحيح وسهيلة وفيق خلصت اهيه ما شاء الله بتلعب وكمال شوفت انتفرة في مستوى عمل ازايك اه ما شاء الله النهاردة من معدة احتياطي لمعدة الأسياف منتخب بصوى احسن معدة في افريقيا طبعا فالنهاردة التفرة كبيرة انت طبعا بتفكر من غير مسألك السؤال طبعا انت اصلا عايش في البيت في زوم مع اخواتك البنات الاثنين سواء نور او يدفن انت عايش معهم برا في امريكا فانت لو جاتلك فرصة هتروح اه بس كانوا عايزين اروح الامارات فانا الصراحة لا امارات ايه اه ما لسا لا امارات ممكن اه الامارات في على فكرة بس مش زاي امريكا طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا مصر احسن طبعا مصر احسن فبس بيكون في ايجنت او قول ا اعمال اكيد حد يقول يوصلك اه 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 ممكن السنة جاء بعد كاس العالم ممكن يرشحوك الجامعة او سوري اسف لهاي سكول فانت سيب نفسك وانت كمان سيب نفسك اه طبعا لو احد راح على هاي سكول دولاته بيبقى مضطر يعيد السنة هكذا كده بيعملوا بيعملوا دروب ليه بقى هناك في حاجة اسمها ايج جروب بيدخلك على السن الاصغر هم هناك في امريكا احنا عندنا عادي جدا يعني انت انت في سنة كام تانية سنة هو في سنة كام اولى سنة لا امريكا كلهم هتلاقين فوق اولى سنة يا اما تالت اعدادة لهم 2008 فيضطر يعمل ايه تروح هناك بيدروبك سنة عشان تبقى مع الاتج جروب بتاعك لان انت لو لعبت مع الكبار هتبقى انت جسمك قليل وهما جسمهم اكبر هيبين فرق المستوى فلازم تدروب بسنة عادي مفيش مشكلة على فكرة لا يعني لو ده التمن ان انت تلطحك باحد المدارس او الجماعات العالية لا دروب بسنة عادي جدا وانت مبسوط وهابي اه عادي جدا والحياة سعيدة جدا انت تروح تمتقى هناك اس اي تي والدنيا مش هتبقى صعبة زي السنة عامة فانت النهاردة لا ادروب بسنة وانت ابتسامة من هنا الهنا يعني عادي جدا امالك وطموحاتك بقى بل منهي الفقرة دي لان اي دايما بحب اسأله اروح لعب في ايطاليا ان شاء الله واحسن لاب في العالم ان شاء الله خلي بالك بابا قلبه ميت يعني يعني بابا من الناس اللي بتتحدى كمان حتى لما زي وسنو الوزنه زي التحدى الدنيا وقل الوزنه بشكل فانت واخد طب بابا دايما بيقولك اي بابا بيقولك نصيح لك ايه؟ لا بيفضل يقولي بقى كمل يعني وما تفتكرش ان ده اخر حاجة بابا شدود عليك ولا حنين لا حنين حنين لا والله حنين بتزاد في موضوع الفول يعني ببقى ماشا ورايا اللي هو بيكلم لا بيقولي يعني عوض في اللي بعد وبتاعه ممكن يديني تعليمات ما بيقساش عليك في حاجة؟ لا انا صغير شوية دلوقتي 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 بقى كويس انت بتعجبني كده بابا بيتفرج علينا تعجبني بس انت الوقت يبقى يتماشى على العجيل ما تلقبطوه؟ ايه ايه اخبار؟ انت في البيت ايه في شدة ولا الدنيا حلوة؟ لا انا حتى نقلت الحمد لله كلها تلعب في اللي يعني؟ طب قولي مين؟ انا انا معرفش؟ ابويه الابويه كان بلعب في الزمالك زماني والله مين؟ اه محمد والله ما شاء الله كان مركز كام؟ كان سنتر بس في المنتخب على ابوه وبصير والله ما شاء الله واخت ماريه متولي ما شاء الله الله هو اكبر طب كويس طب انت حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ طبعا اهل عبارة طبعا دي مفيش كلام؟ امريكا بقى كده ان شاء الله ان شاء الله ومجمعه وبقى كده تكمل طب الدول الايطالي ايه مفيش؟ لا خليها بابا يكلم عن الايطاليين ربنا بفاك ياولاد ان شاء الله سعيد بيكوا انا سعيد جدا ان انا شايف النادي الاهلي يعني جيل طالع حاجة تفرح بأمانة بشكرك طبعا مروان متولي نورتين وشرفتين حمزة يسين بشكرك نورتين وشرفتين ومبروك على كأس افضل لاعب وكأس البطولة كمانا اعزائي المشاهدين ده كان فكرتنا الاولى لسا عندنا فكرة تانية هيكون معانا فادي محمود وزياد جنيم برضو الاثنين من ابناء النادي الاهلي واثنين نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر وليفازوا بطول افريقيا منذ ايام قليلة في ليبيا وتأهلوه لكأس العالم بعد الفاصل موسيقى اهلا بحضراتكم من جديد وبفكركم تاني الضيوفي النهاردة هم ابطال افريقيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة وبالمناسبة دي اول بطول افريقيا للسن ده يتعمل كان دايما 19 و21 هلة بتتعمل فالنهاردة ان مصر تفوس بيها ويكون فيه رباعي اهلاوي من قصل 12 لاعب فمعنى كده انه النادي الاهلي في السن ده بخير والجميل ان تلاتة منهم من الاربع العيبة في مركز اربعة او دريبة من مركز اربعة هو المركز الاصعب في الفولي بول برحب طبعا بديو في الجداد المنورين في الستوديو زياد غنيم اهلا بك زياد منورنا مبروك على كاس البطولة وان شاء الله تعمل كاس عالم كويس بإذن الله فادي محمود منورني ومشرفني والف مليون مبروك فادي خلينا اكلمك ان البطولة اكيد كانت صعبة يعني كان خمس فلاء مشاركة وطبعا كان حمزة ومروان في الفقرة الاولى وضحونا اكتر ان هما كان خمس فرق ونلعب كلنا مع بعض طيب خلينا استرجع مع بعض الخمس فرق كده مصر تونس ليبيا الكاميرون والمغرب الخات خمس مين مغرب خرجت من الاول على طول احنا لعبنا مين في القبل الانهاء الكاميرون والليبيا والتونس طيب ماتش الكاميرون كان صعب شوية وهم اصحاب بشرة سمراء بيطيروا يعني ايه التعليمات لان طبعا انت بتلاعب شمال افريقيا غير لما تلاعب افريقيا السمراء نهاردة كان ايه تعليماته ليكوا الكابتن قبل ماتش الكاميرون ايه ازاي نقدر نكسبهم طبعا هو اما الهدوء ومش عشان احنا كسبناهم طبعا في الاول يعني احنا تبقى مرتاحين وكاميرون كانت فرقة دخلها انها عارف انها تخسر وكانت تلعب بقى ريحية جدا واحنا عشان كسبنا فكننا مرضو بنعب بقى ريحية بس مش عزيين انها حياتي تيجى علينا احنا نبقى مرتاحين جدا طبعا فهم في الاخر يكبوا علينا في الماتش فاكر الماتش ده خلس ادي يعني الاشواط الرابط انا اول شوتين 25-20 واخر شوت كنا فرقا انت فاكر كويس ما شاء الله الله اجبر طب قولي دي اول سنة ليك مع النادي الاهلي صح ولا انت سان فاتت لعبت اول سنة ليك من نادي قادما من نادي العبور يعني ظروف انت قالت ازاي مي اللي كلمك روحت يعني كلمني ازاي انقلت النادي الاهلي انا اول حاجة كابتن كريم جمعة كنت بالفعل في التارسنة كان شافني وقتها كان الاهلي عنده ماتش كان ماتش بعدين فشافني وانا ابويا كان ملعب طايرة كان عارف كابتن كريم مصر احمد حنفي محمود حنفي كان بيلعب في منتخب مصر انت ابن محمود حنفي طب كويس جدا زميلي يعني العزيز وانا عارف معرفش يعني تتعرف ولا بس انا انا فجئت ان انت ابن محمود حنفي ما شاء الله الله اكبر انت شكله كبان انا وارضع مال اقول يا ربي الشكل قريب طيب وبابك مسك رئيس جهاز عبور فترة صحيح انا فاكر شفت انا بقولك يعني شفوك وقالو لك ايه كلمه معك كابتن كريم جمع قالك ايه طلبك او اتكلم معي وبابا قطع طبعا اتكلم مع بعض ومفاوضات كانت كلها بين بابا وكابتن كريم كنت مرحب انت بالمراح الاهل اكيد طبعا بس انتعاف طبعا المنافسة صعبة يعني انت في النادي الاهلي يمكن انت تلتايا وطولك مهمة بس النادي الاهلي لازم مركز اول مفيش هزار وهتلاقي المنافسة ما بينك ما بين الاكبر منك انت كمان مش هتبقى بس هتلاقي نفسك بالصعد انت بحتاج تلعب مع الاكبر منك طبعا ده كل ده انت فاهمه يعني طيب دخولك المنتخب كان مفاجأة ولا انت كنت تحاسها تخش هو طبعا كان مفاجأة لاننا في العبور مش باباية زي اللعيب اللي في الاهلي او في الزمالكة او في الفرق دي فطبعا الحمد لله ان انا جات لي الفرصة دي ان انا ادخل وطبعا مسيكت في الفرصة والحمد لله كنت قدل اه مسؤولي احلى ماتش لعبت في بطول ايه احلى ماتش كان ماتش النهائي الصراحة ليبيا؟ ما لعبتش في ماتش النهائي بس اهو كان احلى ماتش طبعا عشان الجمهور وكده كان الماتش مشارك طبعا الجمهور بيديك حماس انك عايز بقى الصوت وكده فانت تعمل ولقطة كويسة فالجمهور يهدى خالص فطبعا بتبقى حاجة كويسة انك لعبت دام جهور بيشعار كويسة انا عجبني ان انت عندك ثقة وعندك هدف وبتتطور بشكل كبير يعني من نادي العبور من نادي الاهلي ومن نادي الاهلي تخش منتخب مصر ربنا وفقك ان شاء الله يعني وتبقى حاجة كبيرة زي بابا ما كان حاجة كبيرة ان شاء الله ومروان في نفس المركز كلمنا عن البطولة بشكل عام هل تخضيت من مستوى الفرق لا ولا حسيت ان احنا مستوانا فارق عن الفرق التانية يعني انت برضو لعيب صغير او مرة تشارك في بطولة كبيرة فاول ما بتخش الملعب وتشوف الفرق بتلعب بيباليك انطباعك انطباعك ايه اول ما شفت الفرق قلت لا دا احنا بعيد ولا البطولة صعبة ايه انطباعك الاول هو احنا لعب لما نروح اصلا ما كناش نعرف الفرق مستوى ايه طبعا وطب ايه احنا كنا بنتمرن هنا كنا باللعب كابتن احمد كان بيجيب لنا فرق درجة اولى فرق جام دا يعني اللعبها وكان دا مستوانا احنا داخلنا البطولة يعني الحمد لله احنا كان مستوانا عالي عن الفرق عشان كده ورضو في نفس الوقت كنا بندخل اي ماتش عاملله حساب مهما كان احنا احنا كسب 3 صفر بس لازم اتعمل اي فريق اي فريق تعمله تديله حقه لان انت اللعبة مش بالاسماء يعني اسمك بس هتنزل في الملعب لازم تلعب والحمد لله يعني كنا نكسب ماتش ماتش اللي بعده نقف الماتش دا نفتح الماتش اللي بعده كان عندنا يوم واحد براحة فاكر اول ماتش كان ايه فاكر يا زياد اول ماتش اول ماتش في البطولة اللعب كان تونس اول ماتش دا بقى في رهبة اه طبعا احنا مع امرنا ما لعبنا افريقيا قبل كده فدخلنا على طول اول ماتش تونس يعني ده من الفرق المفروض ليه ايش؟ كانت تنافس معنا في البطولة كانت تاني تالي تالي احنا الحمد لله بعد ما شفنا الفرق احنا اول بس كنا اول مش بالكلام كنا لازم اننزل ونلعب والحمد لله يعني خدنا البطولة في الاخر ودي الفرق عجبني الكلامك يا زياد عارف ليه؟ انت قلت له لما شفنا الفرق عرفنا ان احنا اول اه لان احنا حاسين بامكانياتنا بس ده مش هيجي بالكلام عجبتني الكلمة حلوة ان انت فعلا عايز اه احنا شفنا عندي ثقة في نفسي ان انا اول او بعد المنظر اللي شفناه او اللعيبة او المستويات لا انا حاس ان انا اول بس مش بالكلام لان انا لازم انزل قدي ولعب لعبي عشان اقدر اسب الده بالنتائج طيب انت لعبت مبراية ايه؟ طبعا منتخب اي حد يلعب زي اللي ما بلعبش طبعا منتخب مصر ده شرف كبير بس انت لعبت ماتشات ايه تفتكر؟ انا لعبت كله ايه احنا ماتش لعبته؟ النائي طبعا لعبت النائي كله ده كان حاجة حلوة انت بتلعب مهما كان الجمهور بيتكلم عصبية بالعكس ده هما كانوا كابتن احمد والجاز الفني كان كله بيقول اقفل اقفل ودنك من الجمهور اعتبروا الجمهور بيحمسك انت احنا كان كده مش فاهمين اللغة احنا كان بتقلينا كده برضه مش فاهمين اللغة فا احنا بس في افراقيا بيش اتعاف تقبل كده لان افراقيا بتبقى معروف ان ده بش لهجة خالب تلاقي زمامير وطبلو عاجات غريبة بس هما قفلنا دماغنا وكنا بنلعب بس هما بيشجعونا احنا فاعدنا نلعب بقى وكان ماتش حماسي اللي يلعب اللي يجيب بونت حلو الجمهور يسكت اليوم يجيبه بونت الجمهور يشتغل فا احنا لازم نلعب جامد عشان نقف الجمهور كان لعبة حماسي لعبة حماسي طب فاكر نتاج الاشوات كانت كام؟ في النهائي النهائي اول ماتش كسبنا 17 ثاني ماتش تقريبا 18 يعني كان كله انا يعني بنمسل لغاية التلت الاخراني اكوال بقى كده نفرق طيب والتالت التالت لا التالت كنا كسبناها خمستاشر ده خمستاشر او ستاشر حجب اللي يجيبه او كان حصل انهيار بقى خلاص الاول والتاني شوت الاول والتاني كان الدنيا مقربة جدا او اصلا كان في ليبيا بعدما صعدت كاس العالم وما كانش في ليبيا مش اللي هي عايزة تدخل مع منتخب مصر في اللعب وكده بس ده حقها طبعا تلعب على ملعبها وجمهور ما ممكن لو دهرت معنا في العشرين والحاجات دي ممكن تطمع عايزة تكسب وكده ماتش القبل النهائي ليبيا كان مع تونس تاني صح؟ فاكر خلص كم؟ ده كان كله جيم مقفولة كان فيه جيم خلصان اربعة وثلاثين اتنين وثلاثين كان تلاتة واحد لليبيا بس كانت جماعات مقفولة وتونس عملت ماتش حلو برضو مع قصان الجمهور طبعا الجمهور الليبيا حاجة يعني اتخلي بالك الجمهور او الجماهير الليبية العشقة للرياضة متعطشة لانه مفيش بطولات كانت بتروح لهم لان طبعا عارف الاحداث والدنيا ونهاردة بدأوا ينظموا وينظموها في مدينة كانت سخنة طول الوقت مسرطة يعني مدينة كان فيها دايما احداث كتيرة فالنهاردة بتنظم بطولة لا الجمهور متعطشان ومتحمس ان يحدى المباراة المنتخب ليبيا طوات طبيعي جدا طيب كاس العلم اللي انتو طلعتوه حاسين انت تعمله حاجة? ان شاء الله يعني احنا طموحنا اعلى بكتير ان شاء الله ممكن ناخد حاجة في كاس العلم او ناخد مدينة ان شاء الله يعني نعم يعني بحكم التاريخ وبحكم اللي احنا شفناه قبل كده لا انتو السن ده او الجيل ده هيعمل حاجة كويسة خاصة ان احنا سبعة 19 21 عملوا شغل كويس فانتو انشاء الله في كاس العلم اللي جاي أتوقع لك وتعمله شغلك بس وعزا أخذ رأي فادي برضو فادي أنت حاسن إحنا ممكن نعمل حاجة في كاس العالم أكيد طبعا إحنا أملنا في ربنا كبير إن شاء الله في كاس العام يبقى منصفين إن شاء الله على البطولة كمان يعني عندك الويلينج أنت لو شوك يعني ستخلي بالك بيقى فيه ساعات يقول لك آه هنعمل ويروح يشوف مسرة مسرة تشيرت رومانيا يخاف لأ أنت فهام وصد إيه يشوف تشيرت يعني أنت يعني الموضوع ده مش وارد يعني أنت كجيل بتقلقه ولا لأ عن زين تلعبه أي حد كده هنلعب يعني إحنا نتمرن سبعة شهور وأنا نتمرن كمان سبعة شهور أو ستة شهور وإحنا أقدي المسؤولية طبعا إن شاء الله تعجبني طيب الجهاز الفني قال لكوا أخدين راحة أقدي ولا ما تكلمتوش لسه لسه راجعين من يومين ماللكوش لسه بقى هتاخدوا راحة أقدي ونرجع نتمرن تاني ولا البرنامج لسه ما تحطش أصلا أصلا أعرفوا إن إحنا عندنا بطولة في شهر اتنين بطولة في شهر اتنين بطولة في شهر اتنين اللي هتلعب في ليبيا إن شاء الله في ليبيا برضو طب ما دي حاجة كويسة يعني معنا كده اتنين انت ممكن تتجمعه على أول اتنين نصف فبراير نصف بطولة في شهر اتنين بس إمتى في اتنين ما حدش أعلم بس إنت قابليه على الأقل بسبوعين هتخش في معسكر وبرضو هتصح منهم بدر يا باشا وتتمرن تساعة 12 واثنين وده السن بتاعكوا معليش هتحمله طب أفادي قولي يعني مين تلتاية بتحب تتفرج عليها في مصر أو واسل هسيبك من بابا دلوقتي مين بابا كان بلعب تلتاية صح طيب سيبك من بابا طبعا لأنه أكيد مسأك الأعلى بس خليل قول من اللعيبة اللي موجودة في مصر مين عايز تبقى زيه يعني أنا عايزة بقى زي أبويا وفي الأخير أبويا ماشي ماشي يا سيدي يعني بابا تمام خلاص ماشي يا سيدي مين بقى تاني المركز التاني يعني مين في مصر بتشوفه بعيبوا لعبك دولب بقى يعني دولب يعجبك لا السعودي ايه السعودي طبعا برضو دولب حسنا دولا استوى وسنه فطبعا أكيد استوى عبه طبعا تتكلم على برضو لعيب كبير ربنا يدي له الصحة عبه برضو عمل تاريخ برضو كويس جدا نفسي كانت بالنسبة لك زياد مين مسك لأهلق مصر أربعات أربعات وأحمد سعيد أحمد سعيد ما شاء الله الله أكبر عليه ربنا يشفي يا رب ربنا يشفي طب وعالميا مين أفدي عالميا مش حضرك عامل زعية سايمن ملعب فين سايمن أو جنسيته ايه بولندي بولندي كوبي كوبي مش عارف بس تتفرجوا على بلعب فين طيب في الدول الإيطالي إيطالي متابعين والثلاثة جمده طيب الله أكبر إن شاء الله تبقوا زياد انت برضو مين عالميا زياد عالميا نجابس ده جنسيته ايه ده فرنسي فرنسي ده أم بلعبش اللعب القوة قوي بس بالدماغ ممكن يلاففهم كلهم مرعب بس بس بحب الدماغ انت واضح انت دماغ برضو انت فادي هادين والدول عصاب هادية طموحاتك كل العيب بني اسأله في نهاية كل فكرة انت طموحاتك يعني نفسك تعمل ايه وبنيت حاسب بعد ساعتين تلاتة ويجي نقول مرة نوضعتها نقوله خلي بالك ده انت ايه كنت قلت كذا سبحان الله ربنا حققلك اللي انت عايشه انت نفسك في ايه أنا ان شاء الله نفسي بعد كاس العالم الجاي ان شاء الله ناخد كاس العالم واحترف برا في إيطاليا تحترف ولا ممكن الاول انت هتبقى عايز كون انا كام اولى ولا تاني سانوي انا في اولى اولى فانت لسه عندك دراسة ها هتدى تحترف انت في تاني سانوي عادي بيسمحولك تدرس هناك نعرفش لا انت هايلي انت الخطوة الاولى المفروض تلتحك بجامعة او هاي سكول بتهيقلي بس انت عايز في نهاية المطاف نروح الدوري الإطالي دوري الإطالي بس ده دوري صعب او بقى ان شاء الله نكونش قديننا حيالنا برضو نلعب فوق إن شاء الله تعملها ان شاء الله و مع المنتخب نفسك تحقق ايه كاس العلم كاس العلم ان شاء الله لأ ان شاء الله أنه كاس العالم وهنيجل حضرتك هنا ت vio والله واعدي مني ان شاء الله القناة كلها واكيد ده هيبقى في صدورت من دارة القناة لو في يوم خطوا كاس العلم اللي جيدة ان شاء الله هنعمل لكم احتفال ما حُصلش لكمالتبا ايضا ان كان ربايكو هو ماسي من الادل قال ي هنعمل لكم أحتفال كبير طب خلينا أسأل فاتي برضو أنت نفسك فيها فاتي يعني أنت يمكن طموحاتك في السنة دي ربنا يعني الحمد لله ربنا نحقق لك حاجة كويسة كتير أو أنت طبعا نادي العبور نادي كبير وتربطني صداقات كتيرة جدا بمجلس إدارة ورئيس النادي نقلت من نادي العبور روحت نادي الأهلي الحمد لله في السنة نادي في السنة تخش منتخف الحمد لله عندك طموحات السؤال ده كنت سألتولك من سنة غير دلوقتي النهار ده بقى نفسك في ايه؟ طموحاتك ايه؟ طبعا الطموحات الرئيبة اللي هو زي كاسة العالم إن شاء الله سنعلق المديريا وبعدين طبعا إن شاء الله بعد الجامعة إن شاء الله بعرف خش الجامعة بره كده ولعب بره وبعدين إن شاء الله بقى نحترف برضو في إيطاليا برافو كويس حلم حلو حلم يعني إن شاء الله أحلامكو قريبة المنال بصعب يعني حضرتك بتقول مثلا رحين نلعب كاس العالم معنا مثلا إيطاليا معنا فرنسا فرنسا مع الدول دي مع الدول دي برضو زي ما قلت لحضرتك في الأول لو مش هيلعبوا مش هكسبوا الله نور عليك يقول فإحنا لازم إحنا هنلعب برضو مستوان إحنا الجيل بتاعنا ده بسم الله إن شاء الله سنسلم عليك وحييك على الكلام اللي انت بتقوله لأن فعلا هو الملعب الفايصل إسم أي أن كان الإسم يا فادي إحنا هنلعب وأنا شايف في عينيكم الكلام ده شايف في عينيكم أدين وأحببين يعني إن شاء الله تعملوا بشكركم شكرا كزيرا فادي محمود بشكرك وألف منهم مبروك البطولة وهننتظر إن شاء الله بإذن الله الوعد بمديليا بإذن الله في كاس العالم إن شاء الله زيادة جنقين بشكرك ألف منهم مبروك وببركلك على أداء في البطولة إن شاء الله تعمل اللي انت عايزوا تحققه كل إن شاء الله عزيزي المشاهدين دي كان حلقتنا النهار حاولنا بقدر مستطاع نجيلكم كل الأخبار على الساحة الرياضية وكمان التقينا بنجوم عرفناهم بيكم وعرفناهم وعرف حضراتكم عليهم دون نجوم المستقبل في كرة الطائرة ومش في النادي الأهل بس ولكن في مصر كلها أشكركم شكرا جزيلا وحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة من الأطباء